اجتماع تنسيقي لبحث ترتيب مباراة نهائي كأس مصر عقد وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم اليوم اجتماعا تنسيقيا بمقر الاتحاد لبحث كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة المرتقبة بين الأهل والزمالك في نهائي كأس مصر والمقرر إقامتها في التاسعة من مساء بعد غد الخميس باستاد القاهرة أقيم الاجتماع بحضور العميد علاء صلاح الدين واللواء هاني عبادة مندوبي نادياي الأهل والزمالك بجانب ممثلي مختلف الهيئات المشاركة في هذه المباراة والرعاة والمسؤولين عن تذاكر المباراة وبالمناسبة تحقيق ولجنة واللجنة توصلت إلى توصيات والتوصيات دي كانت بتقول أن المدير التنفيذي للاتحاد أخطأ أخطأ في موضوع جواب المباراة النهائية وكابتن وليد العطار طلع بيتكلم أو يعني كان موجود في اجتماع تنصيقي ما بين الأهل والزمالك يعني قلنا تحقيق وقلنا لجنة وقلنا حيحصل وإيه اللي حصل لغاية دلوقتي في الموضوع ده حد فكر حد عارف حد حاسس حد يبقى متابع اللي بيحصل حد حيقول لنا إيه اللي حيحصل للفترة اللي جاية طيب مع كابتن وليد العطار حتشعرف حاجة ترجمة نانسي قنقر